مساء الخير و اهلا بكم حلقة جديدة من بوكس تو بوكس عايز ابدأ الحلقة بخبر كان بالنسبالي زعلت من لعبة الاهلي بسببه ان مارسي الكولر كان متضايق جدا من حزن لعبة الاهلي في اول تمرين لي بعد الماتش اللي كسبناه وكلامي وقل اللي كسبناه اتنين واحد يوم الحد اللي فات انهما داخلين التمرين تاني يوم لاتنين حالة حزن عارم وجديد لدرجة الرجل تنرفس جدا عليهم قال له التزعلان ليه انت وهو فوق انت اكسبت وانت رايح عشان تبقى بطل والبطل يزداد قوة حتى لو حسب تعصر مع ان انت كسبان بس لانك الاهلي حاسس ان انت ما كسبتش المكسب المردي فلازم تحوله المكسب مردي انك تكسب الكسب اوعى تحط وشك بالارض واوعى يبنى على ملامحك حزن واوعى يبنى على ملامحك خوف لازم تبقى قوي وعندك ثقة وعندك قدرة وتحكم في اعصابك واثبات ذاتك علشان كده انا دايما بقول اثبات الذات وعملت استينج اسمه اثبت ذاتك موجهة لعابة الاهلي اثبت ذاتك وبعدين انت مش راح تثبت ذاتك لحد احسن منك انت راح تثبت ذاتك لحد انت احسن منه الوداد احتفل بعد المباراة مع انه خسر عارف انت لما تدخل قفص الاسد تطلع نقص ايد فتحتفل انك ما موتش ده احتفال الوداد الاسد مدى انه مكلش غير اليد ده كان حزن لعابة الاهلي لكن لعابة الاهلي ما تحزنش لعابة الاهلي لازم تكون على ثقة كاملة كاملة وانا مع مرسيل كولر جدا في اللي قاله وهو حرس انه هو في المؤتمر الصحفي يقول ده وعايزك تحط لي هنا اسمت ذاتك عشان دي مسج رايحة للعابة الاهلي اسبت ذاتك لازم تخش الموتش يوم الحد الساعة عشرة بالليل فعنيك الشرار فعنيك الشجاعة فعنيك القوة فعنيك الاهلي انت الاهلي هو ركبه بتخبط منك مش كسب البطولة السنة اللي فاتت بس هو ركبه بتخبط منك مش خد منك البطولة قبل كده مرتين بس هو ركبه بتخبط منك مش مدربه بيقول انه هو عنده خبرات في افريقيا اكتر من مرسيل كولر بس هو ركبه بتخبط منك خش الماتش وانت جاهز نفسيا وبدنيا وفنيا وقوي وانا متأكد ان الماتش ده ايه في الودانك زمان كان يقولك فيه لعبة كورة لما تنزل تروح ماتش فيه جمهور وحواديت وقصص وحيسمعه كلام بايخ كان بيحط في هدنهم حاجات ما يسمعهوش هو مش سامع غير اسمنا دي بس هو مش سامع غير جمهوره بس هو في خياله مفيش غير لحظة الفرحة اللي احنا ما استنينا الساعة 12 بالليل علشان كل ميدين مصر تتملي باللي فرحانين بالنادي القالي واللي عايح تافله كل ميدين مصر من اسكندرية والسلوم لأسوان والنوبة تحت كله لحلاب وشالاتين كل الناس جاهزة وبقوله الكلام ده اللي عبت الاهلي بقوله الكهرباء وبقوله البرستاء وبقوله الحسين الشاحات والمروان والحمد فتحي والسولية والديانج والمعلول والعبد المنعم وياسر ومتولي وهاني وخلاد عبد الفتاح والشناوي وعلي لطفي وشبير وكل الناس كلنا وثقين فيكو جدا اكتر مرة الناس وثقة فيكو دي تخيل بقى ومش بحتاجين اتكلم اقول مواقف سابقة حاصرت والقالي تخطاها كده بفرقة كعب القالي اصلا صنع قوته كده بان المواقف اللي زادي بيعرف يتخطاها كويس جدا وان بيعرف يروح يخلص الكلام ده كويس جدا كل الناس بتوقت تفتكر بطولة 2006 لانها خارجة من رحم التعادل هنا لما مانو الجوزيه دخل للناس في قطة اللبس بتاعت الصفاقسي وما بتعدلين واحد واحد بيحتفلوا قالوا انت بتحتفلوا اللي انت هتخسروا الكاس على ارضكو هناك وقد كان هو مانو الجوزيه قال كده منجم يعني مثلا عرف مع ان الجون جاي في اخذ دقيقة بس سير الماتش كان لصالحنا الجون اجي في اخذ دقيقة بتاع بوتريك بس هو كان وصق في لعبته جدا وفي قدراتهم جدا ده اللي بقوله كولر للعبته علشان كده انا اتضايقت لما لديت في حزن في عيون لعبت القاه اقلق وده طبيعي قابل المواقف الصعبة انك تقلق ده طبيعي جدا بس اوعى تخاف اوعى تحزن انت يا ابني كسبان انت رايح المغرب تلعب الوداد وانت كسبان اوعى تنسى دي اوعى تنسى واوعى تأكس القاية وادائك هناك هيجبر اي حد على احترامك في الملعب وانا بقولك اهو اول نص ساعة الجمهور حيسقفلك لان الجمهور الوداد كمان وجمهور المغربي جمهور متحضر العب لعبك ثق في نفسك اسبت ذاتك ارجع بالكاس كلنا في انتظار لعبة الاهلي دي مفاش هزار